السلام عليكم غضوة إن شاء الله المنتخبة التونسي واجهة المنتخبة النيوزيلاندي المنتخبة النيوزيلاندي لو ترتيبه في الفيفا 103 المنتخبة النيوزيلاندي راه تقريبا عنده أكثر من عام ما انتصرش حتى مقابلة في الستة مقابلات الأخيرة نهزم في اربع مقابلات وتعادل في زوزة مقابلات لذي غضوة راه مهمش برج انتيجة المقابلة ينجم غضوة المنتخبة التونسي ينتصر وإحنا كجمهور المنتخب يكونوا مناش راضين ونجم المنتخب التونسي غدوة يتعادل ولا ينهزم وعادي جدا يكونوا راضين بطبيعة بشيكونوا فرحانين مثلا مش عليش بش نفرح وهو حتى لو كان نفوزه بالدورة هذية مثلا مش عليش بش تفرح لأنها دورة ودية لقب ودي ما عنده حتى معنا بالعكس شوفنا دورة الكيرين وقت اللي انتصرنا فيها وفوزنا باللقب كبرت ريوسنا برشا وشوفنا رواحنا ولينا فرانكو نص وهذا بطبيعة رجع علينا بالسلب بدليل انه متأهلناش للدورة الثانية من كأس العالم لذي راهو الاهمية من الدورات هذه انك تجرب لملعبية انت غدوة تواجه منتخب نيوزيلاندا منتخب متواضع المقابلة هذية راهو ممكن لو كان منتصل وحيشي معرفش كيفش يتعامل معها راهي بش ترجع بالسلب علينا بش ترجع بالسلب على بعض من الملعبية عليش على خاطر انا غدوة بش نواجه منتخب نيوزيلاندا وبش نكون خايف منه والهدف متاعي انه انفوز وانه اقل قليل يقول لك نكون متواجه في المرتبة الثالثة يقول لك يعني حتى منتخب نيوزيلاندا اللي هو ترتيبه 103 ومنكونش موجود في المرتبة الثالثة بالنسبة ليه يفضيحها لو كان منتصل وحيشي بش يفكر بالطريقة هذه راهو التفكير هذا بش يرجع بالسلب على المنتخب التونسي لانه بالتفكير هذا سعد ليه السعد ما يعرفوش ليه السعد ما جربوش ليه ذا غدوة يقول لك يا اخوية فك علي ربي معاه تو يجي مدرب اخر ويجربو ويصلح ليه السلحش هذه كحاجة تخصو أعطيني مصلحتي قبل مصلحة المنتخب ومصلحة الملعبية تصور انتي غدوة ليه السعد مش ياركش تصور انتي ليه السعد مش ياركش نوعية هذي متعلى الملعبية رو مش معناها تعطيه 4 ساعة ولا نص ساعة أخيرة تقول لها سمحوني تقول لها ليه سيئة وكضمنتو ولعب في المنتخب التونسي ما عاد عنده فين يمشي وين عنده يمشي ما بشيبش المنتخب الألماني ولا المنتخب التونسي هكا ولا لا المنتخب الألماني ما عايتلوش قاعد له المنتخب التونسي ووقت اللي تكاركر في التربس الأخير قال لك ما عاد يجي ووقت اللي تستحقوني بالرسمي تقول نجي يعني النوعية هذي متع الملعبية رو ما يفكر لكش بطريقة اني على خاطر ما عنديش حتى منتخب بشنا لعب معاه مثال تذلني وتعفص علي وتطيحلي قدري ونجيك وكل ما تقدملي الدعوة نكون موجود برا ربي معاك عندي فريقي سانت باولي موجود حاليا في المرتبالولة الموسم القادم نلقى روحي متواجد في البوندسليجا هاني نلعب وبرا ربي معاكم ووقت اللي يجي مدرب يعرف القيمة متاعي توا اللبية الدعوة وهذا على شقولنا لو كان منتصلحيش غدوة ما يلعبش بعض من الملعبية راهوا صراحة بش يرجع بسلب على المتخب التونسي لذا خليونا حاليا في التشكيلة المحتملة اللي ممكن غدوة تواجه المتخب اللي هو زيلاندي بطبيعة ما نتصورش بش نلعبه بخمسة لذا التشكيلة الأساسية اللي نتصورها والأقرب واللي نتمنيها فيها رأس المرمة لو كان جاء آمان الله ما ميش غدوة يكونة أساسي بما أنه آمان الله ما ميش مش موجود عادي تبدأ بأيمن دحمان ولا تبدأ ببشير بن سعيد كيف كيف بشير بن سعيد تقدم مقابلة كبيرة ضد منتخب الكرواتي وأيمن دحمان مقدم مقابلات كبيرة في كأس مع المنتخب التونسي وشوفناه في ضربات الجزاء كان ناجح لذا يبدأ بأيمن دحمان ولا يبدأ ببشير بن سعيد مش مشكلة الحاجة اللي بيها اللي شوفنا الكورا يتعدى بين حراس المرمة حملوا بعضها موقتلي دحمان تخل المكان بشير بن سعيد ذي يراهي نقطة إيجابية وقتلي تكون الملعبية تتعامل بالطريقة هذية راهوا بطبيعة الجو العام بش يكون خارق للعادة وبش يرجع بالإيجاب على المنتخب التونسي شوفنا في التدريبات كيفاش اليسى العشوري يفدلك مع عيسى العيدوني وعيسى العيدوني ردها كاتش وكذلك هذي كل راهوا نقطة إيجابية تبين أنه جوه العام جيد في المنتخب التونسي وقعنا شوفه جيد كانك الكراكة ذوكم الكبار مشيوا على رواحهم خروجهم على المنتخب التونسي عدم تواجدهم في قائمة المنتخب رجع بالإيجاب على المنتخب في الطبيعة نحكي من جانب الجو العام لذي يبدأ بشير بن سعيد أيمن دحمان مش مشك على جانب الآيمن مثل ماشي كلام يا أخوي منتخب النيوزيلاندي ترتيبه 103 يبدأ أخوي بالظهير ليمن بتاع النادي الأفريقي غيث الزعلوني بش يفوتوا وجدي كشريد وقولوا وجدي كشريد أفضل منه تعرفوا وجدي كشريد والتربس هذه ما عندك بش تحذر بيه هرى وشنو بش تحذر بيه كس عالم بش تقول لين حط وجدي كشريد بعد التربس الحالي عادي جدا المنتخب التونسي يشوف قداش بش يلعب بش يلعب تصفيات كأس إبريقيا لذي ما مثل مش موش تقول لك غدوة يبدأ بغيث الزعلوني على الجانب الأيمن على الجانب الأيسر يبدأ بأمين شير لكس ديلانا برون حمزة جلاسي قدم مقابلة ممتازة ضد المنتخب الكرواتي ما ما فيها بيس لو كان يبدأ منتصر لوحيشي على غرام على غرام ما ثم حتى مشكل لأنه حتى على غرام عنده من الإمكانيات وراهي مقابلات هذية هي اللي يقولوا أحنا تخلي الجو العام صافي وإلا مدردر يقول لك كان يخويا حمزة جلاسي ما كانش موجود نحكي على على غرام هذة جلاسي مش موجود وجاء بعدي ويلعب ونامزة صغير ومن العبش وزلاسي تقريبا 33 سنة يعني حتى الملعبي يخو في خاطره كرويا ومنحقه زيدا منحقه وقتل يقدم إضافة مع فريقه ومنتخب في خيمة المنتخبة النيوزيلاندي ظهر لي موش اختر الراه أنه يبدأ بعليه غرام مع ديلانا برون لأنه صراحة نقعد نشوف أنه ديلانا برون بعد انتقاله للدوري السويسي وبيش يكون يشارك بارتظام بلاست واضحة في المنتخب التونسي بعودة منتصرة للطالبي ثلاثي وصدت الميدان نتصور بش يكون عيسى العيدوني حمزة رفعة اللي قد بمقابلة كبيرة المقابلة الفارتة ومعاهم محمد علي بن رمضان وإن شاء الله نعاود نقولها مرة أخرى إن شاء الله نشوفه سامي شوشين في يلعب في فريقه أقل من 21 سنة ولا 23 سنة إما مش مشكلة كي تعطيه ربع ساعة ولا نص ساعة رموش بش يدخلها بعضها موش ملاعبي متع بطحرة ما كي جايبوا من بطحة بش يتجربوا ملاعبي المقابلات هذه أكيد بش يتعاون وحتى مع فريقه ينجم المدرب يعاول عليه في الموسم المقبل منعرش أنا يشوفه مع المنتخب التونسي وقاعد يشارك يقول لك ملاعبي أنا قاعدين نشوفه فيه خلينا نعطيه فرصة مع فريقه وابريتون إن شاء الله سامي شوشين كما قلنا يدخل في الشوت الثاني وثلاثي خط الهجوم طيف بالطيف على اليمين أنا شفناه أحنا ما عدناش كجناح أيمن ما عدناش ملاعبي حالين في المنتخب وخاصة بعد إصابة بسام الصرارفي بسام الصرارفي موشي كالقيمة ثابتة في المنتخب التونسي تقدمتوا الدعوة في الفترة الأخيرة سيف بالطيف قاعد يلعب على الجانب الأيمن وقاعد يقدم في إضافة كل ما يسحقه المنتخب التونسي على الجانب الأيسر صحيح شخصيا كنت نتمنى إنه الياس العشوري يكون موجود لأنه مقابلة في المتناول ينجم يبدع بها وينجم المقابلة هذه الدخله في الجو ولكن الخوية زادة رو عندك الياس سعد الياس سعد يلزم 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 يلعب تول قلته كرواتيا ما نعرف شنو قلته تربص الفارد كيف كيف وقتش تلعبوه المليع وقتش تلعبوه تمش فرصة خير من الفرصة هذه ضد منتخبة لنيوزيلاندا على الجانب الأيسر يكون موجود الياس سعد ومنش عارف أنا كرأس حربة أحنا ما عدناش حاليا رأس حربة يعني شخصين الراها اخصارة أنك تبدأ بسيف الجزيري ولا تبدأ بهايثم الجويني ملعبية نعرفوهم حتى لو كان يسجدوا حكايتهم فيها رغم لذي منش عارف أنا مهاجم وهمي ينجم يكون الياس العشوري ما ينجمش لو كان الياس العشوري ينجم يكون مهاجم وهمي شخصيا نحبذوا أنه يكون أقبل سيف الدين الجزيري ولا كيف هيثم الجويني حلقتنا اليوم وفايت في ختم الحلقة كالعادة البياري متبقى كمشي يقولكم تحية تونس عيش تونس كنا تونس وسلام